يسأل يقول الحديث القدسي الكبرياء وردائي والعزو إزاري إلى آخر يقول في بعض الناس لديه نوع من الكبرياء ما يقبل المساعدة وما يقبل شيء يقول أمام هذا الحديث يقول هذا الفعل هل يدخل ضمن مسألة التكبر محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك طبعا بالنسبة لهذا الحديث حديث قدسي عظيم فيه بيان عظمة الله عز وجل وفيه أيضا بيان عدم جواز التكبر بالنسبة للخلق لذلك الله عز وجل حرم الكبر والتكبر لكن ما ذكرته يا محمد هذا ليس هو الكبر المذموم هذا الكبرياء اللي ذكرت هي تدخل ضمن مسألة التعفف مثل ما قال جل وعلا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافة فيوجد من الناس محتاج لكن يقول أنا ما أخذ مساعدة مثلا لي قبل قليل اللي ذكر الأخ علي من عمان لما ذكر مسألة المرأة اللي عندها أيتام وعندهم راتب يكفيهم الشهر تقول أنا ما أخذ الزكاة هذا تعفف هذه اللي أنت سميتها كبرياء هو تعفف في واقع الأمر وعزة نفس مثلا يوجد عند بعض الناس لكن هل لو أخذ أو أخذ التأثم الجواب لا لأن هذا حق لهم يعني بالنسبة للزكاة هذا حق للفقير والمسكين في مال الغني ولا فضل للغني على على هؤلاء الفقر والمساكين في دفع مال الزكاة هذا حق لهم فرضه الله عز وجل ولذلك خالفاضل هذا يسمى التعفف يسمى عزة النفس ما لا علاقة بالكبر المذموم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى